أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التخصص لمادة التخطيط كنا اتناولنا في حلقة سابقة مادة التخطيط عن وزن السداء وخدنا بعض التحولات وكلام اتكلمنا كمان عن الأطوال والعروض وقلنا الأطوال والعروض احنا عندنا ثلاث أطوال عندنا طول السداء هو أكبر طول ثم الطول الخام وبيقل عن طول السداء نظير لنسبة التشريب ونظر لتعاشق خيط السداء مع خيط اللحمة ثم اتكلمنا عن الطول المجهز وقلنا أن الطول المجهز بيقل عن طول الخام وطول السداء نظر لتجهيز الأخمشة موضوعاتنا إن شاء الله مكملة في التخطيط هنتناول النهاردة إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا على قناتنا المتخصصة قناتنا المتميزة قناة مصر التعليم الفني اللي بيتبزل فيها حقيقة مجهود رائع من كل السادة القائمين عليها لتأديم معلومة لأبنائنا الطلبة والطالبات بشكل سهل وبسيط ومميز بنحاول نساعدهم على فهم المعلومة وتطبيقها بطريقة سهلة وبسيطة بحيث إن هم إن شاء الله يكونوا متفوقين وإن شاء الله ربنا يحفظكم ويسدد خطاقهم وتحصلوا على الأعلى الدرجات ونكمل تعليم ما قبل ما بعد التعليم الفني نلتحك بكلية القمة إن شاء الله بإذن الله بنحاول من خلال حلقتنا إن احنا نقدم المعلومة بشكل سهل وبسيط وسلس شكل نحاول أن يوصل فيه إلى دائرة الفهم والتفكير ومحاولة تنمية القدرات العقلية والاستخدام الآلة الحزبة لاستخراج بعض المعادلات الرياضية والحصول إن شاء الله على الأعلى الدرجات موضوع النهاردة إن شاء الله وزن الأماش زي ما هنشوفوا كده أمام حضراتكم على الشاشة مطلوب مننا مطلوب إيجاد وزن الأماش بالكيلو جرام مهم جدا أبناء الطلبة والطالبات لما أجي أرى المثال أرى بتركيزه وبتقان عشان أحدد كل معطيات الموجودة ومن خلالها أعرف المطلوب الموجود حسب ما هو موجود في المثال مطلوب إيجاد وزن الأماش بالكيلو جرام أدم عاوز وزن الأماش بالكيلو جرام كلمة أماش يعني بيتكون من سدى ولحمة عاوزوا بالكيلو جرام تمام يبقى متحدد إن الوزن بتاعي بالكيلو جرام إذا علم أن إذا علم أن السداء مطرح بحساب 2 فتلة في الباب يبقى هو مديني التطريح 2 فتلة في الباب يبقى تطريح 2 فتلة في الباب هنشوف العدة هل ممدهلنا بالأبواب ولا ممدهلنا بالصنطي عشان زي ما اتفقنا إن إحنا عدتنا نوعين من أنواع العدات ياما بالباب ياما بالصنطي اللي مكتوب عندنا عدد أبواب الواحد صنطي 12 باب يبقى العدة عندي هنا بالصنطي يبقى ليس هناك داعي تماما استخدام العدة السبتة لأن الأبواب موجودة 12 باب زي ما موجودة أمام حضراتكم عرض السداء 120 سنطي طول السداء 20 متر يبقى أنا عندي أبواب وعندي تطريح وعندي عرض السداء وطول السداء 20 متر والسداء مصنوع من قطن نمر 30 يبقى بالتالي أعزائي الطلبة والطلبات الجزء اللي أنا قرأته مع حضراتكم ده يبقى أنا موجود عندي فطل الصنطي قدر أجيبها موجود عندي العرض والطول وموجود النمرة يبقى أنا أقدر أحقق وزن الصدى بتاعي وهنقول بالكيلو وهنحول إزاي أثناء الحل إن شاء الله عدد لحمات الصنطي موجودة أمام حضراتكم 20 لحمة في الصنطي من حريص نوع نمرة 80 تيكس يعني هنا الترقيم شغال ترقيم فرنسي والنمرة بتاعت الصدى شغالة ترقيم إنجليزي يبقى بالتالي المسألة أكيدة يبقى فيها تحويل طول الأماش الخام يقل 10% عن طول الصداء يعني معنى كده إنه هو جايب لعلاقة ما بين الأماش الخام والصداء فبالتالي أصبحت جزء من درسي سابع قلناها في حلقة ماضية إن إحنا عندنا الصداء والخام الأكبر الصداء والأقل الخام فبالتالي النسبة بتاعتهم 10% الموجودة ما بين الاتنين فبالتالي يبقى لازم أجيب الطول الخام عشان أطلع منه وزن اللحمة طيب يبقى عندي طول الأماش الخام يقل لي كام تمام 10% عن طول الصداء نسبة استهلاك الصداء واللحمة 2% هو فين المطلوب؟ المطلوب هو محدده بمداية السؤال زي ما موجود أمام حضراتكم مطلوب إيجاد وزن الأماش يبقى ممكن يكون المطلوب في بداية المسألة أو ممكن في نهاية المسألة المطلوب إيجاد وزن الأماش بالرطل أو بالكيلو حسب ما يحدد لما يكون عاوز وزن الأماش يبقى بالتالي احنا اتفقنا أن وزن الأماش عبارة عن وزن الصداء زائد وزن اللحمة يبقى أول حاجة هنطلحها هنقول وزن الصداء عاوزينه بالكيلو جرام عاوز وزن الصداء عندي بالكيلو جرام لما أقول كده وزن الصداء يبقى هقول وزن الصداء بالكيلو وهنمشي خطوة خطوة نحاول نقول لأبناءنا الطلبة حاولوا تطبقوا الترتيب بتاع المسألة عشان نبقى احنا فاهمين بنعمل ايه لما نقول وزن الصداء عندنا وزن الصداء أول حاجة هندور عليها أو هنفكر أن احنا نجيبها هو فتل الواحد سنتي عندنا الأبواب عندنا موجودة 12 باب في السنتي تطريحي 2 فتلة في الباب احنا كتبيني المثال مع بعض يبقى أول حاجة عادي الأبواب 12 باب في السنتي تطريحي 2 فتلة في الباب مطلوب عندنا اللي هو عدد فتل الواحد سنتي لما طلع فتل الواحد سنتي العرض عندي كام؟ عرض الصداء كله 120 اللي هيديني عدد فتل الصداء جميعه يبقى أول حاجة قلناها أبواب الصنطي 12 تطريحي 2 العرض 120 هيديني عدد فتل الصداء جميعه الطول عندي للصداء هو 20 متر طول الصداء عندي أبناء الطلبة والطالبات هو 20 متر زي ما موجود أمام حضراتكم يبقى تاني كده ضربنا 12 باب في التطريح 2 يبقى قلنا الأبواب في التطريح يديني فتل الواحد سنتي ضربنا في العرض اللي هو 120 يديني عدد فتل الصداء جميعه الطول 20 متر يديني طول الصداء كفات لواحدة بالمتر طب أنا عاوز الصداء بتاعي الموجودة عندي بالمتر ولا باليرضة اتفقنا أبناء الطلبة والطالبات أن النمرة بتحدد نوع الطول هل هو ترقيم إنجليزي ولا ترقيم فرنسي قال للنمرة 30 قط يبقى لازم أحول هنا زي ما قلنا في الحلقة السابقة أضرب في 35 على 32 يبقى حولت من متر ليرضة يبقى التحويل من 35 إلى 32 تحويل من متر ليرضة عشان النمرة عندي ترقيم إنجليزي النمرة عندي ترقيمها 30 طول الشلة 840 قط يبقى بالتالي أنا كده طلعت وزن الصداء بس ما أضافتش الاستهلاك الاستهلاك عندي كان في المية 102 يبقى هنقول في 102 على 100 اتفقنا أن وزن الصداء كلمة الاستهلاك هي إضافة للوزن إضافة للوزن يعني بعد موزن الصداء أقول لصاحب العهدة أو صاحب المصنع أو صاحب المغزن أنا محتاج 2% زيادة نظير انقطاع خط الصداء أثناء التشغيل يبقى بالتالي ترتيب الخطوات مسلسلة بنفس الشب ترتيب الخطوة نفسها أعزاء الطالب والطالبة بيديني نوع من أنواع الاتقام في العمل بمعنى أن أنا أكون عارف أنا بعمل إيه عارف إن 35 دي بتاعتها 32 يبقى أنا حولت من متر ليرضة عارف إنه عندي نسبة استهلاك 102 على 100 يبقى المية بتاعتها 102 عارف إن النمرى 30 طول الشهلة 840 ممكن أجيبهم في الأول وكده كل الكلام ده موجود في البص وبالتالي كل الكلام ده موجود في المقام لكن أنا المفروض أحل المسألة دي على خطوات فبالتالي لما بحلها بنفس التسلسل أكني بالضبط طلعت فتل الصنط الوحدها ثم طلعت عدد فتل الصداء جميع الوحدها ثم طلعت طول الصداء كفت لوحدة بالمتر الوحده حولت من متر ليرضة لأن النمرى عندي بالترقيم الإنجليزي فالنمرى 30 وطول الشهلة 840 هيديني وزن الصداء بالرطل طيب ده إحنا عايزين الوزن بالكيلو جرام وزن الصداء مطلوب بالكيلو جرام طيب كل وكل كيلو جرام واحد فئة دي في 2205 من ألف في 2205 من ألف يبقى المفروض أنا بقسم هنا على 2205 للتحويل من مين؟ من رطل إلى كيلو جرام يبقى مقسوم عندي في المقام 2205 من ألف يطلع الوزن بالكيلو جرام جبتها منين قال لي كل واحد كيلو جرام كل واحد فيه واحد كيلو جرام فيه رطلين و205 يبقى أنا عشان أحول من الرطل للكيلو جرام بقسم على 2205 يديني واحد كيلو جرام طيب لو هو كيلو جرام وأنا عايزه بالرطل أضرب فيه 2205 يبقى التحويل من كيلو لرطل بضرب في 2205 لأن كل واحد كيلو جرام بيحتوي على الرطلين و205 يعني رطلين وربع إلا حاجة بسيطة يبقى الرطل بتاعي أنا لسمت على 2205 يطلع الوزن عندي بالكيلو جرام الوزن يطلع عندي بالكيلو جرام لو أنا حسبته هيطلع يساوي كيلو و15 من مية ده كيلو جرام يبقى ده وزن السداء الأول يبقى أنا أول حاجة اللي أعطاها هو وزن السداء نقول تاني خطوتنا مع بعض أبواب الصنطي 12 باب لم يتم استخدام العدة السبتة اللي هي 100 عشان عندي عادل أبواب موجودة بالباب لو موجودة بالصنطي هستخدم المية تطريح 2 يديني عدد فتة للواحد سنطي العرض 120 يديني عدد فتة للصداء جميعه طول الصداء 20 متر يديني طول الصداء كفت لواحدة بالمتر ده ربط في 35 على 32 مش قانون هو يتحددت بناء على أن النمر عندي موجودة تركيم إنجليزي وال30 في 840 دي تسمى عدد يرضات الرطل يبقى بالتالي الطول يبقى باليرضى يبقى بأسم يرضى على يرضى يطلع الوزن بالرطل أضفت نسبة الاستهلاف 102 على 100 وأسمت على 220 وخمسة عشان أحول من رطل إلى كيلو جرام يبقى من رطل الكيلو بأسم على 220 وخمسة يطلع عندي الوزن بتاعي كيلو وخمستاشر من 100 أنا طلعت وزن الصداء محتاج وزن اللحمة عشان أطلع وزن اللحمة لازم يكون عندي طول خام طب طول الخام مش موجود مديني هو نسبة قال لي نسبة الصداء إلى الخام بتقل 10% يعني لما يكون الصداء عندي 100% يبقى الخام عندي 90 خصمت من المية عشرة يبقى طلع عندي 90 طول الصداء عندي 20 متر طول الصداء عندي 20 متر يبقى الخام عاوز أتطلع طول الخام كام عشان أطلع عليه وزن اللحمة أضرب طرفين في وسطين وأي مضروف في السين ينزل في المقام يبقى طول الخام عندي يساوي 20 في 90 على المية يطلع عندي الطول عندي 18 متر يبقى طول القماش الخام 18 متر يبقى نطلع طول القماش الخام ليه عشان اللحمة يبقى وزن اللحمة لازم يكون الطول الخام موجود يبقى اللحمة يساوي هناخد شرطة كسر كده مع بعض ونشوف لحمات الصنطي لحمات الصنطي كانت موجودة قدامنا في المسألة هم كم لحمة في الصنطي 20 لحمة في الصنطي عشان كده بقول لأبناء الطلب والطالبات وحنا شغالين نكتب المسألة ونشتغل بالورقة والألم عشان نحدد فبالتالي موجودة عندي في المسألة هو لحمات الصنطي عندي 20 لحمة في الصنطي 20 لحمة محتاج أطلع لحمات القماش جميع عشان أطلع لحمات القماش جميع هضرب في الطول بتاع الطول بتاعي 18 متر ماينفعش أعزائي الطلبة والطالبات أضرب لحمات صنطي في الطول بالمتر إذا كنت أتكلم عن لحمات وزن اللحمة يبقى بضرب لحمات فطول في عرض بس الطول غالبا ما يكون بالمتر أو دائما يكون بالمتر عشان كده لازم أضرب في مية المية اللي أنا أحطها دي بقول إنها مية أنا ضفتها عشان تديني عدد لحمات الواحد متر يبقى طول 18 متر فبالتالي أنا حطيت المية دي عشان الطول بالمتر طب نسأل سؤال كده هنستخدمه بعد كده إن شاء الله البหนوبة في وزن سدا الكليم والإحمة الكليم لو الطول موجود بالصنطي هل أحط المية؟ لا ما حطش المية يبقى يمتى يتم وضع المية يتم وضع المية إذا كان الطول بالمتر طب لو الطول 180 سنطي 200 سنطي , 300 سنطي لي قم أحطش المية اللي تبدو موضوعه عشان الطول بالمتر لي埋قى ما قول ش لحمات السنطي في مية في الطول بالمتر المفروض أقول لحمات الوحدة في الطول بنفس الوحدة يعني لو بقول عدد لحمات سنتي يبقى أولي الطول بالسنتي فبالتالي أنا بحط المية عشان عندي منطوق الطول بالمتر كده يديني لحمات المتر الواحد ففي 18 يديني لحمات الأماش جميعه في العرض موجود للأماش الخام والسدة وكل واحد العرض عندنا 120 سنتي بأي وضع من الأوضاع سواء كانت النمرة تركيم إنجليز أو تركيم فرنسي بأسم عالمية بأسم عالمية عشان أحول الطول بالمتر إذا كانت تركيم إنجليزي هضرب في 35 على 32 إذا كانت تركيم فرنسي يبقى أنا عاوز الطول عندي بالمتر يبقى أنا ضربتي تاني كده أبنائي 20 في 100 يديني لحمات الواحد متر في 18 متر اللي هو الطول الخام اللي أنا امطلعه نتيجة إن كان فيه مجهول نزمة ما بين السدة والخام يبقى أنا لما أقرأ المسألة أبقى عارف ترتيب خطواتي ضربت في المية فدتني لحمات المتر ضربت في الطول بالمتر إداني لحمات الأماش جميعه ضربت في العرض يديني طول اللحمة كلحمة واحدة بالسنتي أسمت عالمية يديني طول اللحمة كلحمة واحدة بالمتر لو بصنا على مسألتناك إيه دا مع بعض هنلاقي النمرة موجودة 80 تيكس 80 تيكس دي معناها أبناء الطلبة والطالبات 80 تيكس طولهم ألف جرام يعني 80 تيكس معناها 80 جرام طولهم ألف متر الطول السابت للمتر نظراً إنه تركيم فرنسي هو طول بالمتر يبقى أنا بالتالي عاوز الطول عندي بالمتر الطول بالمتر بيقول ليه الطول السابت عندي كام؟ بتاع التيكس ألف الطول السابت للتيكس ألف والنمرة بتاعتي عندي 80 تيكس دي اسمها أمطار الجرام المفروض الألف دي بتتقسم على التمانين فمقام المقام بسط هيطلع كده الوزن بالجرام يطلع عندي الوزن بالجرام هو مطلوب عندي وزن الأماش بالكيلو جرام يبقى بالتالي أنا عاوز أطلع وزن اللحمة بالكيلو جرام يبقى هأسم على ألف جبت الألف منين كل واحد كيلو كل واحد كيلو فيه ألف جرام يبقى أنا عندي الوزن هيغاتي نطلع بالجرام هنا أسمت على ألف لأن الكيلو فيه ألف جرام يطلع الوزن عندي بالكيلو جرام هيطلع عندي ثلاثة ونص كيلو ثلاثة ونص كيلو ثلاثة ونص كيلو طب هو مطلوب مني وزن الأماش يبقى لما أقول وزن الأماش يبقى لازم أقول هنا وزن الأماش يساوي أجمع وزن السدى زائد وزن اللحمة وزن السدى كان كام؟ كان كيلو وخمستاشر من مية أجمعه على الثلاثة ونص كيلو اللي هو طلع وزن اللحمة الثلاثة ونص كيلو اللي هو طلع وزن اللحمة فبالتالي هيديني وزن السدى وزن الأماش كله عندي أربعة كيلو خمسة وستين من مية يبقى كيلو جرام يبقى ده وزن المنسو نبص بص سريعة كده أعزائي الطلبة والطالبات كمان مرة يبقى أول حاجة طلعنا وزن السدى بالكيلو جرام ضربنا أبواب الصنط اللي هي 12 تطريح 2 ضربت في العرض يديني عدد فتل السدى جميعه يبقى فتل فعرض فطول لما اجي على وزن اللحمة بقى عندي لحمات فطول فعرض يبقى هم أربع كلمات فتل فعرض وفطول على النمرة اللحمات لحمات تفرق النمرة زا كانت تركيم إنجليزي وتفرق النمرة زا كانت تركيم فرنسي إذا كانت تركيم إنجليزي بضرب النمرة في طول الشلة هيطلع الوزن عندي بالرطل مطلوب إن أنا أسم على 220.5 عشان أحول من رطل إلى كيلو جرام طلعت السدى وخام كانت العلاقة إن السدى بيزيد عن الخام 10% هي نفس العلاقة لو قلت الخام يقلع عن السدى 10% يبقى لما السدى يبقى 100% يبقى الخامسين يبقى السدى حطيت طول السدى 20 متر الخامسين ضربت الطرفين في وسطين وأي مضروب في سين ينزل في المقام يبقى 20 في 90 على المية يبقى أنا عندي الطول الخام 18 متر طب طلعتوا ليه؟ عشان هستخدموا أبناء طلباء والطالبات في مين؟ في وزن اللحمة جبت لحمات الصنطي 20 لحمة ضربتها في مية يديني عدد لحمات الماعي الواحد متر عشان لما ضربها في الطول الخام اللي أنا طلعته يديني لحمات الأماش جميعه ضربت في العرض عندي اللي هو مية وعشرين يديني طول اللحمة كلحمة واحدة بالصنطي أسمت على مية بقى بالمتر سبتها بالمتر لأن النمرة ترقيم فرنسي النمرة تكسي نمرة 80 التكسي الطولي السابت بتاعه ألف نمرته 80 وأسمت على ألف عشان أحول من جرام إلى كيلو وبعد كده جمعت وزن السدى زائد وزن اللحمة يطلع وزن القماش بالكيلو جرام يبقى كده يا عزائي الطلبة والطالبات تناولنا المثال الأولاني عرفنا أن وزن القماش هو عبارة عن وزن السدى واللحمة فبالتالي لازم أطلع وزن السدى مهم جدا أننا لما أكون بقرأ المثال بتاعي بقرأه بتدبر بمعنى أننا بشوف هو مديني إيه طب هو المطلوب إيه طب وأنا بقرأه كده هو مديني أبواب ولا مديني فتل صنطي طب هو مديني عدى بالباب ولا مديني عدى بالصنطي طب مديني طول الخام ومديني طول السدى ولا مديني طول واحد بس طب هو عاوز وزن السدى ولا عاوز وزن القماش طب هو عاوزه بالكيلو ولا عاوزه بالجرام ولا عاوزه بالرط ولا عاوزه بالوقية يبقى كده حددنا إذا كان عاوزوا بالكيلو أو برطل أو بالكرامة أو بالوقية يبقى ده القراءة الجادة للسؤال هي اللي بتحدد لي الخطوة اللي أنا بحل عليها وننتقل إلى مثال آخر موجود قدام حضركم على الشاشة صداء يعد 72 فتلة في البوصة عندنا فتل البوصة هي وحدة قياس أختها أخت عدد فتل الصنطي وحدة القياس البوصة دي نظام من النظام الإنجليزي يبقى البوصة هي جزء مصغر من اليارضة زي ما الصنطي هو جزء مصغر من المتر عرض الصداء عند 108 بوصة من قطن ممرة 40 كتان طول الصداء 25 يارضة يبقى أنا عندي أبناء الطلبة والطالبات فتلة البوصة موجودة العرض الصداء بنفس الوحدة اللي هو نفس القياس للبوصة موجود من القطن موجود كتان طوله 24 يارضة يبقى أنا 24 يارضة يبقى أنا عندي فتل بوصة والعرض بالبوصة وعندي النمرة وعندي الطول يبقى تحقق الأربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم حالا وزن الصداء هو فتل فعرض في طول على النمرة طب نبص على عدد لحمات الصنطي هنقول عدد لحمات البوصة من الصنطي 65 لحمة يبقى هنا لحمات بوصة ما ادناش لحمات صنطي يبقى مديني بردك وحدة قياس مختلفة لحمات البوصة من كتان نمرت 35 طول الأماش 23 يارضة هنا اداني طول الأماش الخام وكمان اداني طول الصداء يبقى ما زي المثال السابق إن أنا جبتي الصداء وخام يبقى ممكن يجيلي السؤال يطلب مني فيه طول الخام فأطلعه وممكن يدوني جاهز نسبة استهلاك الصداء واللحمة 3% اوجد وزن القماش بالرطل يبقى انا عاوز عندي وزن القماش بالرطل يبقى اول اول حاجة ابناء الطلبة والطالبات احدد وزن السداء يبقى هقول وزن السداء بالرطل هنقول اول حاجة وزن السداء بالرطل يساوي احنا اتفقنا فتل الوحدة في العرض بنفس الوحدة فتل الوحدة كان قال ل 72 فتلة في البوصة تمام جميل واضحة أمام حضراتكم ايه يبقى فتل البوصة كان 72 كتبنا عندنا فتل البوصة 72 العرض عندي كان 108 بوصة يبقى بالتالي لما ضربنا فتل البوصة في العرض بنفس الوحدة اللي هو العرض بالبوصة يدينا عدد فتل السداء جميعه فتل السداء جميعه يبقى أنا محتاج بعد كده الطول طول السداء عندي موجود أمام حضراتكم 25 يارضة طول السداء 25 يارضة يبقى عدد فتل البوصة في العرض بالبوصة يدينا عدد فتل السداء جميعه في الطول باليرضة يدينا طول السداء كفتلة واحدة باليرضة يبقى أنا عندي النمرى 40 كتان يبقى الطول ده أبناء الطلبة والطالبات الطول يارضة فبالتالي النمرى عندي 40 من قطن نمرت 40 كتان يبقى هي 40 في 300 يبقى ممكن يكون مكتوب للنمرى من قطن نمرت بس هو قال لي النمرى نمرت كام 40 كتان يبقى اكتبها 40 كتان 40 في 300 زي قطن نمرت 120 دنيار يبقى النمرى 120 دنيار مش قطن يبقى طول الشلة عن 300 لأنها 40 كتان يبقى 40 في 300 هيديني كده الوزن بالرطل ما فيش اسمه ما فيش ضرب لأنه عاوزه بالرطل تقريبا بالرطل كان قال لي 16 و 6 من 10 16 و 6 من 10 رطل ده وزن مين؟ وزن السداء طب عاوز وزن أبناء الطلبة والطالبات عاوز وزن اللحمة هنقول وزن اللحمة يساوي نبص على لحمات الوحدة عندنا لحمات الوحدة كام؟ 65 لحمة في البوصة يبقى لحمات البوصة 65 فيه هضرب محتاج أضرب في الطول عشان أضرب في الطول لازم يكون عدد لحمات الوحدة في الطول بنفس الوحدة الطول عندي هنا 23 يارضة الطول عندي أبناء الطلبة والطلبات كم يارضة؟ 23 يارضة ما ينفعش أضرب لحمات بوصة في الطول باليارضة فبالتالي هستخدم بديل عشان يدين العدد والضرب متساوي هضرب في 36 جبنا 36 دي منين؟ 36 دي هي بديل للمية اللي احنا استخدمناها في المثال السابق لما كان مدينا لحمات الصنطي كنت بضرب في 100 عشان الطول بالمية طب هنا دربت في 36 عشان الطول باليارضة لأن كل يارضة واحدة فيها 36 بوصة يبقى أنا لحمات البوصة لحمات اليرضة لحمات القماش جميعه العرض عندي 108 بوصة العرض عندي 108 بوصة لما يكون العرض بالبوصة أنا عاوزه يا باليرضة يا بالمتر لما فيش بالبوصة يبقى أقسم على 36 يبقى الشغلة عندي في حاجتين يا إما أضرب في 100 لو الطول بالمتر يا إما أضرب في 36 لو الطول باليارضة يا إما أقسم على 100 لو العرض بالصنطي يا إما أقسم على 36 لو العرض بالبوصة يبقى لكن 36 دي هي بديلة بس عشان أنا أفهم ووضحها تاني أكتر أبناء الطلبة للوحدة لما أضربها في الطول لو الطول ده 33 بوصة يبقى مش هضرب في 36 يبقى إمتى أحط ال36 لو الطول عندي باليرضة زي المثال السابع حتنا 100 عشان الطول بالمتر طب هي ديت 108 إيه؟ 108 بوصة المية وتمانية بوصة أنا عاوزها باليرضة فبالتالي أقسم على 36 عشان أحول الطول باليرضة النمر عندي 35 كتان يبقى 35 في 300 اللي هو طول الكتان يبقى أنا عندي أرقامي سبطة ووضحة ال36 تحت المية وتمانية يبقى أستاذ اللي بيصح ورقتي عارف وفاهمي إن أنا مرتب كسري وترتيبي عشان عارف إن أنا فاهم ترتيبي في شغلي يبقى أنا طالب ملتزم متفوق أضرب في نسبة استهلاكي اللي هضفها على الوزن يبقى في 103 عالمية هيطلع الوزن عندي بالرطل هيطلع 15 رطل وثمانية من عشرة طب مطلوب عندي إيه أبناء الطلبة والطالبات مطلوب وزن الأماش بالرطل فبالتالي هقول وزن الأماش هجمع وزن السدى زائد وزن اللحمة وزن السدى 16 وستة من عشرة رطل وزن اللحمة 15 وتمانية من عشرة رطل أجمع وزن السدى واجمع وزن اللحمة يديني الوزن عندي 32 و 51 من 100 رطل يبقى ده مجموع وزن السدى واللحمة معاً يبقى نقول تاني كده يا ابناء الطلبة والطلبات نسترجع مثالنا يبقى أول حاجة خدناها في وزن السدى وعاوز الوزن بالرطل ضربت 72 فتلة 72 دول فتلة هم عدد فتل الواحد بوصة ضربت في العرض بالبوصة الداني عدد فتل السدى جميعه فتل البوصة ضربتها في العرض بالبوصة الداني عدد فتل السدى جميعه الطول 25 يرضى الداني طول السدى كفتلة واحدة باليرضى أسمت على النمرة في طول الشلة دايماً النمرة 40 كتان يبقى هي بالكتان قطني نمرة 30 ورصة يبقى 40 كتان يبقى 40 في 300 أضفت نسبة الاستهلاك يطلع عندي الوزن بالرط طلعت وزن اللحمة عشان أطلع وزن اللحمة لازم أضرب لحمات الوحدة في الطول بنفس الوحدة ضربت اللحمات ال 65 في الطول الوحدة عندي 23 ماينفعش أضرب لحمات بوصة في الطول باليرضى ضربت في 36 عشان كل يرضى واحدة كل يرضى واحدة فيها 36 بوصة زي ما كل واحد متر فيه ميت سنتي ضربت في العرض 180 لحمة كلحمة واحدة بالبوصة على 36 بليارضة لأن التحويل من 30 بوصة أسمت على 36 على طول الشلة الثلتمية أضفت نسبة الاستهلاك للحمة يطلع الوزن بتاع اللحمة 15 و 8 من 10 فبالتالي أصبح وزن الأماش عندي جماعة وزن السدى زائد وزن اللحمة يديني وزن الأماش باكت تاني أبناء الطلبة أن وزن الأماش هو مجموع كل من السدى واللحمة سواء كان بالرط أو سواء كان بالكيلو جرام نشوف أبناء الطلبة والطالبات المثال اللي بعد كده فكرة جيدة فكرة بتحتاج بعض التفكير وخصنا بيها وزن السدى بس لأنها مثال من الأمثلة اللي دايماً بيشتغل عليها بعض السادة المعلمين لأنها فكرة بتشغل فكر الطالب بتحاول تنمى عنده ناحية الفكرية والعقلية بتعتمد على أنه يفكر برضك زي ما قلنا في بداية الحلقة أن حلقتنا دايماً بتعتمد على أننا أكون متدبر وقارئ جيد للسؤال كلما كان فيه قراءة وتدبر للسؤال كلما كان خطوات واضحة وقدر تحرك فيها بسلاسة وسهولة لأن بقرأ بقرأوا المثال بتفكير نشوف مع بعض كده المثال أمام حضراتكم سداء عرضه 92 سنتي 92 سنتي تمام منها 2 سنتي براسل إيه دا؟ يعني الـ 92 سداء دول العرض بتاعي كله مش كله سداء؟ قال لي لا منها 2 سنتي براسل بس يعني المفروض يبقى السداء عرضه 90 والبراصل 2 سنتي براسل من الجهتين يعني 2 سنتي براسل من الجهتين يعني الناحية اليمين سنتي والناحية الشمال سنتي يعني من جانب الأيمن سنتي من جانب الأيصر سنتي يبقى أنا عندي 2 سنتي موجود من الجهتين عدد أبواب السنتي 10 باب في السنتي يبقى إداني أبواب يبقى أنا مش هستخدم العدد السابتة السداء مطرح بحساب 2 فتلة في الباب السداء بتاعي اللي هو عرضه 90 مطرح بحساب 2 فتلة في الباب تطريح البراصل وتطريح البراصل 4 فتلة في الباب يعني البراصل لها تطريح لوحدها آه عشان تبقى لهما ساميكا من الطرفين المفروض إداني تطريح زيادة تمام زي ما موجود في المسألة معطى موجود عندي طول السداء كام؟ 80 متر السداء من فيسكوز نمرة 180 دنيار آه نمرة تركيم فرنس اوجد وزن السداء بالراطل يبقى معنى كده إن أنا عندي تاني عاوز أطلع فتلة سداء بطلع الوزن هشيل البراصل ولا حطه مع البراصل ولا أجمع البراصل لا ده ال92 دول هو عرض السداء كله مفروض هو قال لي شيل منهم كم سنتي 2 سنتي لأن ال2 سنتي دول ليهم تطريح وال92 ليهم تطريح تاني المفروض أقول أول حاجة يا ابناء الطلبة والطالبات مع بعض كده هنقول عرض السداء بدون براصل يعني هشيل ال2 سنتي براصل بتوع من عرض السداء السداء كله كان عرضه 92 أشيل منه ال2 ناقص ال2 اللي هو الجهتين هيديني كام 90 سنتي يبقى أنا عندي عرض السداء كام 90 سنتي شلت منه كم سنتي اتنين سنتي برسل من الجهة اليسرى وبرسل من الجهة اليمنى يبقى ال2 سنتي موزعين برسل سنتي من اليمين وصنتي من جهة اليسار طب انا محتاج كده اطلع يبقى فتل السداء بس بدون براصل فتل البراصل لوحدها يبقى انا اول حاجة ابناء الطلبة قلنا عرض السداء بدون مين براصل خدت ال92 اللي هو عرض السداء كله قال لي شيل منهم كام سنتي اتنين سنتي للبراصل شيلت ال2 سنتي لعرض السداء 90 بالتالي هرجع للمثال بتاعي عشان اطلع فتل كل نوع لوحده ابواب السنتي موجودة امام حضراتكم كام باب 10 باب في السنتي موجودة 10 باب والبراصل او 10 باب في السنتي اطرع حاجة ثابتة طب التطرع بتاعي هنا بقى ابناء الطلبة هنا كام للسداء اتنين طب البراصل تطرعها كام 4 نرجع كده للمثال بتاعنا تاني كده نشوفوا كده فتل السنتي ابواب السنتي كام 10 باب تطريح السداء كام اتنين فتلة في الباب يبقى انا اضربت العشرة في الاتنين اديتني فتل السنتي عشان اطلع فتل السداء بعد كده بعد كده عندي الابواب يا عشرة بس تطريح البراصل كام 4 يبقى الاربعة يبقى الاربعة بتاعتي دي هي تطريح البراصل يبقى كده هيديني ابناء الطلبة والطلبات مع بعض كده 10 باب في السنتي ابواب السنتي في التطريح يديني فتل السنتي في التطريح يديني فتل السنتي للبراصل عرض السداء عندي كام 90 سنتي لما يكون عرض السداء عند 90 سنتي يبقى انا هطلع عدد فتل السداء جميعه عند 0.02.09.18 فتلة يبقى فتل السداء من غير براسل بدون براسل 1800 فتلة طيب لو انا طلعت فتل السداء اللي هي بتاعة البراصل بس الابواب كانوا كام عشرة تطريحي كام اربعة هيديني فتل السنتي للبراصل في السنتي الواحد بس طب عرض السداء كان بتاع البراصل اللي همه كام سنتي اتنين سنتي اللي هو سنتي يمين وسبي ما commissioner اللي انا طرحتهم هييديني عندي 80 في الاتنين سنتي يبقى فتل البراصل 80 وفتل السداء 1800 يبقى انا محتاج هنا اقول عدد فتل السداء جميع عشان اقول فتل السداء جميعه يبقى انا هجمع الـ 1800 فتل اللي انا طلعتهم كلهم واجمع عليهم البراسل اللي انا طلعتهم بتوع البراصل لوحدهم هيديني سفر تمانية تمانية واحد يبقى عدد فتل السداء جميعه الالف تمانمية وتمانين فتلة الف تمانمية وتمانين فتلة فتل السداء كله كانوا الف وتمانمية زاد عليهم تمانين بتوع البراصل يبقى لما هقول وزن السداء اصبح عندي ابنائي الفتل كلها بقت موجودة اللي هم كان الالف تمانمية وتمانين فتلة فتل السداء بالبراصل طب احنا ممكن كنا طلعنا وزنين لو النمرة اختلفت لكن النمرة عندي واحدة للاتنين فبالتالي بطلع وزن واحد جمعت فتل السداء وجمعت عليها فتل البراصل اداني عدد فتل السداء جميعه اللي هو مضروب فتل الصنطي في العرب طب المطلوب بعد كده الطول عندي كم عندي على الشاشة الطول موجود عندي تمانين متر طول السداء موجود امام حضراتكم اهو تمانين متر هيديني طول السداء كفتلة واحدة بالمتر يبقى انا حددت الطول بناء على انه اداني الطول على الفتل حطيت فتل السداء جميعه ضربتها في طول كل فتلة واحدة اداني طول السداء كفتلة واحدة بالمتر ابناء الطلب اضرب في خمسة وثلاثين اضرب في اتنين وثلاثين لا ابص للمسال بتاعي كده تاني هلاقي ان النمرة عندي كم دينيار ده ترقيق كيم فرنسي الطول لازم يكون دينيار طوله كام تسعة تلاف والنمرة كان مية وتمانين جرام طولهم تسعة تلاف متر بالتالي هقول هنا كده الدينيار كام تسعة تلاف كتبت التسعة تلاف على المية وتمانين اللي هي الوزن بالجرام اللي هي النمرة اللي هي تعني عادل جرامات يطلع كده يا عزائي الطلب عشان ابقى عارف وفاهم يطلع الوزن بالجرام الوزن بالجرام هو طالب الوزن بالكيلو جرام عندي سكتين السكة الاولى لو قلت ان انا اسمت على الف بقى الوزن بالكيلو جرام نركز كده مع بعض في الخطوة اللي جاية دي لو هو عاوزه بالرطل يبقى أنا لازم أضرف في 225 وكده يبقى أنا عملت تحولين حولت من كيلو من جرام إلى كيلو أسمت على ألف فتحول لكيلو جرام طب كل كيلو جرام في رطلين و205 من ألف يبقى أنا كده حولت بالرطل يمكن استبدال هذه التحولات ممكن استبدال التحولين دول لو طلع الوزن بالجرام أسم على 453.6 من 10 400 كم؟ 53.6 من 10 إيه دي جبناها منين؟ لا ده هو تحويل موجود عندنا إن كل رطل واحد في 453 جرام و6 من 10 يعني الرطل نص كيلو نص كيلو إلا يعني 453 أقل من 500 جرام يبقى أنا عندي كل رطل واحد بيزن كم جرام؟ 453 جرام و6 من 10 طيب قلنا حاجة تاني كل كيلو فيه كامرات اتنين رطل و205 من ألف فبالتالي أعزاء الطلب والطالبات لازم أكون عارف إن التحولات سابتة ما بتتغيرش الكيلو عندي ألف جرام مش هينفع يبقى ألف إلى مية أو ألف ومية هو كيلو ألف جرام في أي حتة في العالم هو كيلو هو الرطل سابت أي كيلو بيزن رطلين و205 أي كيلو رطلين و2 و2 و5 يعني رطلين وربع إلا 20 عشان إحنا قلنا الربع 250 250 جرام يبقى نحسبها كده نلاقيه هو ربع كيلو إلا يبقى أنا عندي عشان أعمل التحويل اللي أمام حضراتكم كده تاني يبقى الوزن كان بالجرام فبالتالي أسمت على كام على ألف يطلع الوزن بالكيلو جرام حولت من كيلو للرطل اللي أضربت في 225 يمكن إن أنا أستبدل الالف والاتنين و5 قف عند الجرام وحط بدل الالف والاتنين و2 و5 دي ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة يبقى أنا بحول من جرام على طول الرطل يطلع الوزن عندي بالرطل الإنجليزي نشوف أعزائي الطلبة والطالبات المثال اللي بعد كده قماش خام طوله 120 متر عرضه 100 سنطي عدد لحمات السنطي 24 لحمة يبقى لحمات السنطة 24 من صوفه رستج نمرت 60 نسبة الاستهلاك 3% اوجد وزن اللحمة بالكيلو جرام احنا حبينا في المثال ده نقول إن إحنا عندنا وزن السدى لوحده بيتجاب وزن القماش لوحده ممكن أجيبه إذا كان عاوز وزن القماش هجمع تاني وزن السدى دي وزن اللحمة موضوع حلقتنا هو وزن القماش يبقى بالتالي أبناء الطلبة والطلبات مهمة جدا إن أنا أكون عارف إزا إيه الخطوات بتاعت وزن السدى وإيه الخطوات بتاعت وزن اللحمة لو جبتهم مع بعض يديني وزن القماش فبالتالي يجب أن نحل كل خطوة على وحدها لو جات لمثال لوحدها بتتحل لو جال الاتنين مع بعض نحلهم مع بعض المطلوب أمام حضراتكم في المثال هو إيه؟ عاوز وزن اللحمة بالكيلو جرام أول حاجة نبص على وزن اللحمة مطلوب عندنا وزن اللحمة هنقول كده أبناء الطلبة وزن اللحمة يساوي هناخد شرط الكسر ونشوف عندنا اللحمات عندنا كم لحمة في الصنطي 24 لحمة في الصنطي يبقى لحمات صنطي كم؟ 24 لحمة في الصنطي الطول بتاع الخام كم؟ 120 متر يبقى موجودة أمام حضراتكم 120 متر ضربت 24 أنا سامع هو 24 مش هينفع أضربها فين؟ فطول بالمتر لازم أعمل إيه؟ أضرب في كام؟ في مية جبت المية منين عشان دي لحمات الواحد صنطي عشان أضرب في مية يبقى أجيب لحمات الواحد متر يبقى الخطوة دي اسمها لحمات واحد متر لما أضرب فطول يديني إيه بقى؟ عدد لحمات القماش جميعه عدد لحمات القماش جميعه طب بعد الطول أضرب في العرض اللي هو كم سنطي أمام حضراتكم على الشاشة كده؟ 100 سنطي يبقى العرض عندي كم سنطي؟ 100 سنطي يبقى ثاني كده لحمات السنطي 24 ضربت في مية يديني لحمات المتر ضربت في الطول يديني لحمات القماش جميعه ضربت في العرض يديني طول اللحمة كلحمة واحدة بالسنطي من السوابت أن يبقى سمها عالمية عشان دايما هي مطلوبة بالمتر أو باليرضة ممكن تكون مطلوبة بالمتر أو باليرضة فبأي حال من الأحوال أنا ده أسمت عالمية عشان أحول من سنطي إلى متر حولت من سنطي المتر أسمت عالمية لأن المتر فيه كم سنطي؟ 100 سنطي أجل أبص النمرة على الشاشة مع حضراتكم كده ألاقي النمرة بتقول كام؟ من صوف ورستد نمرة 60 من صوف ورستد نمرة 60 كلمة صوف ورستد نمرة 60 يعادة تركيم إنجليزي يبقى أنا محتاج أحول المتر ده أضربه في 35 على 32 تحتها بالضبط هي النمرة عندي كام؟ قال للنمرة عندي 60 الصوف الورستد كام؟ 560 عندي نسبة الاستهلاك كام؟ 103 يبقى هقول في 103 على 100 يطلع الوزن بالرطل هو عايزه بالكيلو جرام لما يكون هو بالرطل وعايزه بالكيلو جرام بنقسم على 2205 يبقى التحويل من رطل إلى كيلو جرام من رطل الكيلو جرام نقسم على 2205 لأن كل واحد كيلو في 2205 كده أعزائي الطلبة والطالبات إحنا تناولنا مع حضراتكم اليوم وزن القماش طلعنا وزن السيدة الوحده وطلعنا وزن اللحمة وحاولنا نعدي بعض التحولات اللي بنحاول بنقول لأبنها الطلبة والطالبات حاول تفكر تقرى المثال كويس كويس أتمنى أن يكون الحلقة استفدتم بها الله في حلقات أخرى أترككم في رعاية الله وأمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة